استعدادا للمرحلة الثانية من حياة كريمة تم عقد حوار مجتمعي ولقاء جماهيري حاشد بقرية الحوويش بسهاج ثالث جلسات الحوار المجتمعي للمؤسسة بقرى مركز أخميم وتهطى للاستماع لأراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرية والمقاررة تنفيذها في جميع القطاعات استهدف الحوار المجتمعي شرح لمشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية كما استهدف مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على أرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة في قرية شطورة دائرة مركز تحت وجرى خلال اللقاء الاستماع إلى أراء المواطنين ومقترحاتهم لضمها إلى المرحلة الثانية من حياة كريمة والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرى